تم بالرباط خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمية مليح فد العالمي التوقيع على 52 فاقية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 4.2 ملايين درهمة جلالة الملك يشدد على قدرة الشباب المغربي على خوض ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجعل الابتكار مهنة قائمة ذات ولدينا حالياً العديد من المشاريع يحملها شباب قرروا تحويل مشاريعهم إلى مشاريع بديلة مما يمكن أيضاً من الاستفادة من الطلبات العمومية وتهم 14 اتفاقية من بين هذه الاتفاقيات الـ 52 قطاع النسيج وتتعلق سبع اتفاقيات أخرى بمشاريع في قطاع صناعة الميكانيكية والمعدنية وبالنسبة لقطاع صناعة البلاستيك تم توقيع 6 اتفاقيات لإنشاء وحدات صناعية وفي قطاع الصناعة الغدائية تم التوقيع على 6 اتفاقيات وفيما يتعلق بقطاع صناعة مواد البناء تم التوقيع على 5 اتفاقيات أما الاتفاقيات الثلاثة المتبقية فتتعلق بصناعة الأخشاب والأجهزة المنزلية والإلكترونية وصناعة السفن نحن هنا في قطعة ديسية البحري مع هذا البرنامج للامتياز مع وزارة التجارة والصناعة نتمل هذه المجهودات الاتفاقية التي يدارو على أساس أن نقوم بتصنيعها بعد المواد التي لم تكن تصنيعها في المغرب كما هو الحال بالنسبة للأخطوبوت وبالنسبة الكالمار وبالنسبة السيبيا نحن هنا من أجل توقيع اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة التي تشجعنا على الاستثمار والمضي قدمان وكذلك تمتيل المملكة بشكل جيد على المستوى الدولي والوطني ويعد بنك المشاريع عبر الأنترنت الذي تم إطلاقه بتاريخ الخامس وعشرين شتنبر المنصرم ويضم مئتي مشروع إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19